حديثنا في هذه الحلقة بعنوان أتركها هذه السنة أيضاً قبل ما أبتدأ بالقراءة من كلمة الله في الإنجيل المقدس الحيام فرص والله عم بيعطينا كل يوم فرصة جديدة الله عم بيعطينا نفس عم بيعطينا حيام الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر ولكنه من ناحية أخرى يحترم أيضاً حرية الإنسان هذا الموضوع في غاية الأهمية ولسيما في بداية هذا العام لربما أحسست بفشل ذريع لربما وضعت يعني بعض العلامات أو بعض القرارات في حياتك واكتشفت أنه لم يتم أي شيء بالعكس حياتك عم بتصير من سيء إلى أسوأ وحتى كل القرارات اللي اتخذتها والتقييم في حياتك وكل التوقعات والتأملات والتعهدات وكل ما كان بفكرك وكان في بالك طبعاً لما تتحقق ولكن أحبائي الله هو إله المحبة الله هو إله كل نعمه الله هو إله الرجاء الله هو اللي بيعطينا الفرص واحد من أجمل التعبير اللي رح نقرأ عنها اتركها هذه السنة الله من نعمته من محبته عم يعطينا فرصة جديدة حتى نتغير حتى نتشبه بالرب يسوع المسيح حياتنا تكون مطابقة لحياة يسوع المسيح هذا العنوان هو بالحقيقة آية من الآيات اللي رح أقرأها والقراءة اليوم من بشارة القديس لوقى من الإنجيل المقدس في العهد الجديد إصحاح 13 ورح أبتدي من الآية من الآية الأولى وكان حاضراً في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلاطس دمهم بذبائحهم فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطاً أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وقال هذا المثل كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمراً ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمراً في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضاً فأجاب وقال له يا سيد أتركها هذه السنة أيضاً حتى أنقب حولها وأضع زبلاً فإن صنعت ثمراً وإلا ففيما بعد تقطعها يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت ترجمة نانسي قنقر